صباح الخير لألك ليا وصباح الخير لسالي وعلى جميع مشاهدي الإخبارية السورية ونعاد عليكم بالصحة والسلامة ميلاد مجيد يا رب على كل الأشخاص يلي عم يتابعونا بحلقتنا الخاصة لليوم يعني نحن بكنيسة مارلياس الغيور وبهي الكنيسة في شيء مميز كتير وكنتوا قد حكيتوا عنه اللي هي المغارة المميزة هالتقليد السنوي يلي عمره 17 سنة أكبر مغارة بسوريا بيصنعوها شباب من الكنيسة فيها كتير تفاصيل مميزة ونحن اليوم راح نتعرف شوي عن تفاصيل عمل الكنيسة داشتاخد وقت من الشباب وغيرها مع قائد الإقاع بالكشاف لياس لياسي ساعة صباحك لياس وميلاد مجيد علينا وعليك وساعة صباحك كمون نعاد عليكم يا رب كتير مميزة المغارة وكل سنة فيها شي جديد أول شي خبرنا عن داشتاخد وقت معكم هاي المغارة اللي احنا بلشنا فيها بواحد عشرة ويعني أكلت شهرين خلصناها بحدود الـ 15 داعش خلصناها أكيد بيكون فيه يمكان روح كتير حلوة أثناء عمل المغارة خبرنا شوي عن روح العمل بالكشاف أنتو كشباب وصبايا وقدر شوي عن الأدوات اللي عم تستخدموها الأول شي من نجتمع كنا شباب وصبايا منكون عدد منيح منعطي أفكار لبعض شو ما نسوي شو ما نعمل أول شي من نشوف شو ما نخطي شو ما نحط الأماكن ونبلش شوي شوي وما نحط الأيام من نساوي الشغلة ما تعجب ما نفكها كله نرجع نعيدها شو نطلع شي أحلو وكل سنة فيه شي جديد وشي مميز يعني ما ملغي شي فيه شي أساسيات فيه شي منزيده كمان فوق هذا كله شو ممكن أحيانا نزيده الشغلات هي شي جمالي يعني بيكون أجبار شي حلو مثلا نحن هاي السنة حطينا الصور هدول كذا صورة كبرنا الضيعة بيوت الضيعة كبرناهن كتير هال السنة كانت إضاءة مميزة إذا بتلاحظوا كلها نيلي خص نص الضيعة وشي حلو كان كل سنة شي جديد شو الأدوات اللي بتستخدموه هاي كلها هي شغل يدوي أو ممكن تستعينوا بأمور خارجية جيبوها غير شغلكون أنتو نا ما مستعين بشي غير المواد الأولية مثلا لا أول شي مثلا نحن عنا الخشب وكل شي هي أساس الخشب والأحبال كلها خشب وحبال والتاني الشي هو الأطباء اللي بنعمل بنمد فيهم كل المغارة والتالي الشي هنا المناصر والزينة اللي بنحد وما نحطهم والشغلاتي في تفاصيل كتير مهمة موجودة بالمغارة ويلي هي إلى رموز شو أهم الرموز اللي لازم تكون موجودة؟ ممكن نحنا أواعفين بأهمك عن هون تخبرنا عن هاي الرموز شوي هاي الرموز هي المغارة عن طريق مريم العذرة طريق الصعب يعني هو بدايته الصعب وآخر شي هو بصل لنهاية الفرح وهي أربع أقسام أول قسم هو كان التنور وتاني قسم هو الشجرة والبابانوين والمدخنة وتالي قسم هو الكوخ والراعي اللي كان يتعب ويشأب ويشتغل بأرضه اللي كان عنده هو الحزيرة هي الحيوانات والقسم الأخير هو المغارة والضيعة وهي الضيعة بتمسى البيت لحم وكتير حلوة وتعبنا كتير عليها أكتر شي أكلت معنا الشغل يعني ياما نحط البيت نفك ونعيد وكتير نتعف فيها هاي أكتر قسم أخذ معنا الشغل يعني نتمنى لكم كل التوفيق فعلا مغارة مميزة وبين أنه هي أخذ هذا الوقت ندعي كل الأشخاص أنه هنا يجوا يزوروا هاي المغارة حتى شوفوا التفاصيل الكتير مميزة هي رسالة دينية رسالة محبة وسلام ورسالة أخلاقية أيضا بيوم ولادة يسوع المسيح طفل المزود اليوم نحن موجودين بهاي المغارة لنحمل معنا هاي الرسالة اللي كلها محبة وسلام بدي أتشكرك كتير الياس شكرا لكم للكل ومتشكر أول شي شايفنا قائد الفرق نبيل بشور والأبي وحنى وكل واحد شارك بالمغارة حتى لو جبنا كاسة ماء مش شكر لكل شكرا كتير للكون وكل عاماته بخير وكل عاماته بخير والله يخلي الجيش وقائدنا وسوريا وبلدنا تكون كل سنة أحسن من سنة الماضيات وكله يرجع بأمان وخير على البلد كله إن شاء الله يا رب شكرا كتير لألك لياسو شكرا للكون مشاهدينا دعوة أكيد لكل الأشخاص بأنه هنا يجوا على هاي المغارة كتير فيها تفاصيل حلوة كان إلى افتتاح مميز مثل كل سنة عاملنا غطي هذا الافتتاح لحتى نعرفكم على تفاصيل الشباب السوري اللي قادر يعمل كتير شغلات مميزة إن شاء الله هالنهار يكون بيحمل لكم المحبة والسلام مثل هاليوم يا اللي ولد فيه طفل المزود يسوع المسيح كل عام وأنتوا بألف خير مرة تانية ومنرجع لعند ليا وسالي لحتى نكمل فقرات برنامجنا لليوم شكرا لإليك يا ميسان إن شاء الله بيناعاد عليك بالخير لإليك ولضيفك اللي حكالنا عن المغارة الأستاذ الياس إن شاء الله بيناعاد عليكم بالخير والبركة